بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد إلى الله من المملكة الدراويش نتحدث عن كثيرا من الأحوال والمقامات التي تخص العارفين بالله وتخص أهل التصوف يتحدث الناس عن حال العارفين ويصف الناس كثير منهم بأنهم أهل الله حدث كذلك الناس عن بعض الأمور الخارقة للعادة تساؤلات كثيرة تطرح وإجابات كثيرة تعدد لكن الواقع بين هذا وذاك أنه طريق إلى الله يتكأ على ما فيه من علم ويستند فيه كمصدر أول للمعرفة والوعي والفهب على القرآن الكريم والسنة النبوية يتحدث أيضا أهل العلم في هذا أن ما يخالف الشريعة ليس من التصوف ولا يمت لمقام الإحسان بصلة كثير من الحكي وكثير من السرد عن الخوارق التي فاقت الوعي وفاقت العقل لكننا نذكر معا ما قاله أبو القاسم القشيري حين ذكر لنا في الرسالة القشيرية عن الرضا ووصف الرضا بأن له باب كامل يتحدث فيه أهل العلم وأهل الله والعارفون بالله يقول إن محمد بن خفيف قال الرضا على قسمين رضا به ورضا عنه فالرضا به أن يرضاه مدبرا والرضا عنه يكون فيما يقضي به ونختم بما ذكره عن رابع العدوية رحمه الله فقال نقلا عنها متى يكون العبد راضيا حين سئلت فقالت إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة هكذا تحدث الناس وأهل العلم والعارفون بما وجدوا من التصوف في طريق جديد الليلة نمشيه تقربا لله سبحانه وتعالى ننطلق معكم من مملكة الدراوش